والآن السيدات والسادة الحضور الكرام مع كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية His Excellency President عبد الفتاح السيسي The President of Egypt شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات السيدة أنا كوليديا روسباخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية السيدات والسادة ورحب بكم جميعا على أرض مصر وفي عاصمتها القاهرة التي تم تأسيسها منذ أكثر من ألف عام لتكون واحدة من أهم الحواضر وعرق عواصم العالم مما كان دافعا لاختيارها لاحتضان النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير أساليب بناء مدن أفضل لتحسين حياة ملايين من البشر لا سيما في ضوء ما تشهده المدن والتغمعات السكنية من تحديات غير مسبوقة تتعلق بالنمو السكان السريع وتغير المناخ ونضرة المياه والتنمية المستدامة وفخدان المسكن وتوفير التمويل اللازم وهم يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتقرة وفعالة لمواجهتها الحضور الكريم تأتي هذه النسخة من المنتدى في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكنية وعلى كل مناح الحياة فيها وهو ما يستدعي حجد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء إذ يستحيل البدء في أي خطوات جادة لمواجهة التحديات الحضرية في مجتمعات تعاني من الحروب والاقتتال والنزوح والمجاعة والمرض ولعل ما تشهد منطقة الشرق الأوسط من حروب وصراعات خاصة الحرب الدائرة في قطاع غزة ولبنان خير مثال على الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدول جراء إعلاء صوت الحرب والصراع على حساب السلام والاستقرار إن المعاناة اليومية التي تعيشها شعوب تلك الدول تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والدمار والشروع في البناء والتنمية وتحرص مصر دائما على تقديم كل سوى للدعم لأشقائها لوقف العنف وتخفيف حدة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترطبة عليه السيدات والسادة رغم ما يحيد بنا من أزمات حققت مصر في السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030 حيث تم تنفيذ مبادرات ومشاريع ضخمة على رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق العشوائية ومبادرة تكافل وكرامة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ومبادرة سكهة لكل المصريين التي تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعي موجه لمحدود الدخل في مصر والعالم بأسر كما قامت مصر بإنشاء جيل جديد من المدن يتبنى معين للإستدامة والزكاة الرقمية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة بمن سنتين وعشرين مدينة أخرى تم بناؤها بشكل متزامن في مختلف محافظات الجمهورية إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة وغير الآمنة فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الزكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعير الدولية للاستدامة والشراكة السادة الحضور يمثل المنتدى الحضري العالمي منصة مثالية لتجين حوار مصمر وفعال بين جميع الفاعلين المعنيين حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية وتعزيز التنمية الحضرية وتطلب هذا الأمر مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية من المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات لعقد شراكات وصياغة سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل وقبل أن أختتم كلمتي أعرب عن تطلعي إلى أن يكون هذا المنتدى خطوة مهمة على طريق تنفيذ الأجندة لحضرية الجديدة وتعزيز الشراكات الدولية من أجل حلول مبتقرة وتوصيات عملية تسهم في مواجهة تحديات التنمية الحضرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أشكركم جميعا وأتمنى لكم التوفيق والسداد في أعمال المنتدى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتفضل الآن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة أنا كلاوديا غوسبخ بإعلان افتتاح الدورة الثانية عشر المنتدى الحضرية العالمي His Excellency President عبدالفتاح السيسي the President of Egypt and the Executive Director of UN Habitat will now declare the opening of the 12th session of the World Urban Forum together we see His Excellency the President of the Arab Republic of Egypt I have the honor to formally open the 12th session of the World Urban Forum عشر لمنتدى الحضرية العالمي